اول ما لقبنا دوره الممتاز رحت منتخب الشباب على طول يعني انت رحت منتخب الشباب وانت في المينيا اه كان ديها برضه وقع الكابتن حمادها الشرقاوي اللي ارحمه كان مبارك zastفار meal كان ممتخب مصر الاول فكان بيلف على المطشات بيتفرج فكان فيه مطش المينيا والكرون في اسكندرية في الدوري فراه اتفرج على المطش فعملت مبارك بيره وكسبنا الكرون في اسكندرية 3 واحد هو اللي كان ممتخب الشباب كان منتخب مصر الأول كان منتخب مصر الأول كان منتخب مصر الأول هو جاي واخدني على المنتخب يقول لي انت يعني اتكلم معي كويس وانت تبقى معنا المؤسخر الجاي قال انت عندك كم سنة فعارف فوجي قال أنا عندي 18 سنة من شاء الله فقال لي طب منتخب الشباب تزامش في منتخب الشباب مع كابتين هاني مصطفى ده عنده تصفيات أفريقيا تيجي لبكرة اتحده الكرة ومعك البطاقة ما شاء ما عندك بطاقة ساعتة ولا ما عندكش طبعا فرحت جدا خدني وداني طب الخبر نزل يعني الناس في المينيا استقبلوا الخبر ده ازاي لا طبعا حاجة حلوة طبعا لعب من المينيا بروح منتخب مصر بس روح منتخب الشباب مش منتخب الأول منتخب الشباب يعني منتخب هل كان في حد قبليك من اللاعبين اللي موجودين في المينيا روح منتخب مصر أو منتخب الشباب من المينيا لا ما فيش من المينيا لا يعني حمد الصدق أول واحد يروح منتخب الشباب من المينيا من الصحيب من منتخب الشباب إلى منتخب الأول لكن ممكن تلاقي مثلا ربيع عسين مثلا كان فبقى السوف بس ما اتخذش من السوف اختخذ من الأهلي هو راح الأهلي بدري أيوة يعني فينا صراحة يعني أحمد عباقي راح الأهلي بدري برضو فراح منتخب مصر لكن أنا في انتخب مصر في الشباب والأول من المينيا من المينيا عدت ست اثنين في منتخب مصر الأكبير وأنا بقلع في المينيا مين كان منتخب الشباب اللي روحتوا لعبته في أستوراليا ولعبته دورات فين تاني؟ عشور لعبنا سورة السن العظيم أيوه وكاسة العالم في أستوراليا كانت وديية آه كسبناها إنما كاسة العالم دي كانت رسمي كانت رسمي آه كان معي طبعا محمد عشور أسام عباس محمد حشيش مصاحب الدهب خلد أمشاطي طاهرة بزيد علاء ميهوب محمد حلمي طريق سليمان خلد الأمماش ششام صالح علاء نبيل آه خلد عسمت في مجموعة مجموعة كبيرة آه من اللي شافك وانت في منتخب الشباب وقالك ده لازم نجيبه النادي الأهلي مش بالشباب لا ولا من فريق المين يا أنا خده يعني لما رجعنا منتخب من كاسة العالم للشباب خده مجموعة مننا المفريق الأول آه انضمن لحضرتك طبعا ده ستة وتمانين لأ سنة لما رجعنا من كاسة العالم واحد ثمانين واحد ثمانين آه كانت اتنين وتمانين روحت المنتخب على طول اتنين وتمانين كانت استعدادة لأربعة وتمانين اللي كانت في أبيجان آه كان عندنا أول حاجة اللي عبتها ماتش كونو في كونو أنا طاورت ما سابتش ما جيتش معانا لقا آه بالضبط كده أو وقتها كان في بعض الناس في ناس اللي المنتخب ما كانش قدي كده ومتشط غلسة فالجيل تلع الجيل بتاعنا تلع آه 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 أنا وطاهر عايزين يبطلونا بمعنى صحية كان عايزين يبطلوكم ما الضبط خلينا كده اتكلم بصراحة كده احنا ما انا ما بنيحرجش بزف فقالك دي جيب الجيل الصغير ده خش أنا وعلا وخالد الأماش ومجموعة من المنتخب دخلنا في الفريد الأول ودخلنا لعبنا كلنا فبجال لأ لعبنا المتصاصيات بكده روحنا معاكم بمبارات لأ لعبت بقى بحر أبيض 83 والعبت كاس الأمم الأفريقية 84 في الساحة العاج لعبتها كلها أيوه ولعبت أولومبياتلوس أنجلوس معاك طبعا ودخلنا مع بعض أنا بتكلم على اللحظة اللي انت تسعدت فيها من المنتخب الشباب للمنتخب الأول ما هي دي كان هيدر جوت وكابتن علي بو جريشا وكابتن فتح نصير كان هم مسكين المنتخب شافوا الناس المميزة من عندنا كنا كتير ضمونا للفريد الأول فريد الأول وكان ملاس بتيجع على فترات بقى محمد حلم اللعب معنا أولومبيات كمان أيوه ممكن ما جانش معنا كاس أمم ولكن اللعب معنا أولومبيات طيب في الفترة دي بعد ما تسعدت للمنتخب الأول مين اللي قال حمادة صد إحنا عوزينه في النادي الأهلي يمكن أكتر بعد بطولة 86 في مصر بعد 86 آه عملتها بشكل كويس طبعا الحمد لله رغم أنت قديت دورة أبيت جان 84 بص 48 اتخذت في منتخب أفريقي لا أنا أتخلي الوقت 6 و 8 هنتكلم عليه أنا أتكلم على البداية اللي كنت موجود فيها قدمت فيها كرة عالية جدا هي كان في أبيت جان أبيت جان وكنت بلعب على ميلا آه على ميلا آه يعني كابتل وحش قال أنا بشفق عليك هتلاقب أحصل لعيه في أفريقيا وأحصل لعيه طهرب وزيت عمل بطولة جامعة عالمية آه نأ كنا عملنا يعني خسارة البطولة دي بخدناش آه يمكن خسرنا من ضربات الجزاء في مطش نيجيريا نيجيريا ها آه خسرنا ضربات الجزاء في قبل النهائي طيب رجعته من أبيت جان كنت في المينيا ولا لا أنا عطول في المينيا ألغى 86 يعني لعبت بطول 86 و 80 هنا في المينيا كمان يعني بعد 86 نادي الأهلي طلبت بالضبط رحت النادي الأهلي جالي أكتر معارض طبعا